سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن البيزيك نيوتينت. احنا بنكل الاكل استمتع به. الحمد لله. بنشوف طعمه بيطلع حلو. بنقل الاكل على اساس انه ريحته حلوة. طعمه جميل. آآ بيريحنا لما بنكله. او ممكن ابعد عن اكل لما بيريحنيش لما باكله. لكن انا الاكل ده لما بيخش جسمنا بيبدأ يكسر وبيبدأ ان هو يتحول لمواد ابسط. المواد البسيطة دي بتبدأ تدوب في الدم. وتبدأ انها تعمل لي ايه? تدخل الدم وتبدأ تصلي الغذاء البسيط جدا ده لمين? ليه? عشان تبدأ انها تعمل كل الفانكشن بتاعتها. وتساعدني على الجروث لو انا في مرحلة جروس اندفيلوبمنت. كل الكيميكالز الصغيرة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي المواد البسيطة ديت. اسمي نسميها المحاضرة دي تتكلم على معظم اللي احنا هنتعامل معاها طول الترم. اول حاجة. ايه كلمة ده معناه ان انا باخد جود نيوتريانت دي اللي هي بمعنى ان انا محتاج نيوتريانت كويسة من ساعة ما هبقى قبل ما يتولد لحدة يبقى دي جامد جدا من ساعة ما من قبل كمان ما نتولد لحدة ما هنجبر. العلم كبر جدا في موضوع نيوتريشن وبدأوا ان هما كل يوم بيبقى فيه جديد وكل يوم بيبقى فيه حاجات جديدة في النيوتينز بتكتشف الحاجات دي ممكن تكون حاجات بتساعد على الجسم ان هو يكون احسن وفيه حاجات بيكتشفوا ان هي ما هيش كويسة للجسم. كلمة نيوتريشنل ساينز او نيوتريشن ساينز دي عبارة عن دي ساينتيفك نولدج اللي هي ريليت تو النيوتريشن سواء نيوتريشن آآ 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 زي الغروس والاكتيفتي الريبروداكشن ويالمنتلنس التعام. عشان نقدر نكمل حاجة. ده العلم اللي مختص بكل حاجة خاصة بالاكل. والاكل اللي احنا محتاجينه والاكل اللي هو هيساعدنا. كلمة بقى في حد ذاتها ده عبارة عن اللي هي موجودة من اول ما حنبدأ نعمل لحد ما عبدأ استخدمه جوا جسمي وجسم يبدأ استخدمه لحد ما يبقى part from my body. يبقى هو هو النوتريشن هي الصم of processes involved with the intake of nutrients as well as assimilating the using of them till become part of the body. nutritional status بتاعني state of body. state of body دي جاية منين? from الانتيج بتاع النوترينت وانا كمان بيستخدمونه. يبقى الانتيج and use of nutrients inside the body. وكلمة optimum nutrition دي بقى عدو state state of receiving and neutralizing essential nutrients to maintain health well paying. طب كلمة optimum تعني the highest possible level. optimum nutrition ده معنى ان الاستات بتاعتي في the highest possible level. العكس كلمة مال نوتريشن ده برضو state بس هي بقى فيها environment environment في الهالس نتيجة ايه نوع معين من الضيلة. ودي بتبقى الاندر نوتريشن والاوفر نوتريشن. وكمان لو في امبالنس في اي نوترينت في البادي وديت انا لو في في نوترينت انا مش قادر ان انا جسمين هو يتعامل معي. احنا بنحسب النيوترينت بايه? بالكيلو كالوري. دي انا بحسب بيها الثيرم فور يونت. يعني معنى انا عايز اعرف كل بارت انا باكله بيطلع انرجي قد ايه? فانا عشان احسب الانرجي ببدأ ان انا دي اكوال لدرجة واحدة سليزية. يعني انا لو عايز ارفع درجة حرارة المية درجة واحدة سليزية هي دي اسمها الكيلو كالوري. كل غزة بيطلع لي كمية معينة. من الكيلو كالوريس. استيميتد انرجي ريكويرمنت. ودي الافارج افارج دايتري انرجي انتيك اللي هي الجسمة ببقى محتاجة. دول مين? نحنكلم عالافارج ايه? ادلت. افارج هلسي ادلت. ودي بتبقى كمية بريديكتد. يعني ايه بريديكتد? يعني محسوبة. استيميتد يعني احنا بنحسبها بالايه? بالكالكوليشنز عشان اطلع انا الجسم بتاع محتاج قد ايه? الافارج الهلسي دا محتاج قد ايه? ودي الاستيميتد انرجي ريكويرمنت دي مخصوصة بالناس اللي ايه? الهلسي بيبا. كلمة فود دي عبارة عن سابستنس. السابستنس اللي انا باكلها. يعني كلمة نيوترينت اللي احنا كنا متكلم عليها من شوية. كانت الكيميكال سابستنس اللي بتطلع من الفود. ايه? كلمة نيوترينت. لكن دلوقتي كلمة فود ده الاكتي والفود اللي انا باكله. ماشي? اللي انا باكله عشان اعمل متنج بقى للانرجي نيوتز للمنتنس نيوتز للبنكشن بتاعت جسمي. للجروث بتاع جسمي. عملا كلمة دايت يعني ايه? كلمة دايت دي عبارة عن الباترن وفود انتيك. دي لايف ستايل بقى. دايت بتاعي شكله ايه? انا باكل بأني طريقة. باكل اني كمية. دي عبارة عن باترن. عشان كده لما بنيجي نعمل. دايت ريجيمين. دايت ريجيمين. ديت بتبقى عبارة عن بلان. كلمة ريجيمين دي هتبقى عبارة عن بلان. بلان ان انا اغير فيها اللايف ستايل بتاع البارسون اللي قدامي. ان انا هعمل ايه? هعمل له بلانينج للفود انتيك. اكوردينج بقى المين? الفيسيولوجيكال نيوتز اللي هو محتاجها. الافيلتي او فودز اللي موجودة حواليه او او فينانشال نيوتز بتاعته. والبريفرنس كمان اللي هو ايه? حاجات اللي بحبها وما بحبهاش. ايه بقى الطيبه في نيوترينس اللي الجسم بتاعي محتاجها? اول حاجة الاسنشال نيوترينس. كلمة اسنشال يعني الجسم بيبدأ انه هو بيحتاجها بس ما بيقدرش يصنعها. يعني لازم اكلها. لازم حتجيلي من بره. ما قدرش ان انا صنعها جوا جسمي. فبالتالي انا عندي الجسم محتاج. اولهم الكربوهايدريتز. البروتينز. الفاتز. الفيتامينز. والمانورالز. والوود. دول السكس نيوترينس اللي الجسم ما بيقدرش يستغلى عنه. ومحتاجها فين? محتاج ان انا تدخل جسمي. ومال فيه نون اسنشال? اه في حاجات نون اسنشال. الحاجات النون اسنشال دي ان انا جسمي بيقدر يصنعها. يعني مثلا بعض الحاجات آآ فيتامين دي جسمي بيصنعه من الشمس. فبدي كده تعتبر ان هو ايه? لما يبدأ ايه? ابدأ يبقى ايه? لازم احتاجه اخده من بره. لكن في الطبيعي الجسمي بياخدوش من بره. انرجي يليد نيوترينت. كلمة انرجي يليد يعني غزة بيديني طاقة. ايه هي الغزة اللي بتطلع عليه طاقة? وفي غزة ما بيطلعش طاقة? اه في بعض النيوترينت. ما بتطلعش انرجي. الجسمي بيحتاجها اه? بس هي ما بتطلعش كالوريز. النيوترينت اللي الجسمي بيكسرها وبتبدأ ان هي تطلع. كالوريز اللي هي الكربوهايدريتس. الفاتس. البروتينز. دولا اللي بيطلعوا كالوريز. وبنسميهم بس في حاجات تانية بتطلع كالوريز ما هيش نيوترينت. زي من الالكوهول. الالكوهول بيطلع لي كالوريز. كل كل بيطلع لي سبع كيلو كالوريز. بس هل هو نيوترينت? لا جسمي مش محتاج وده مش نيوترينت اصلا. عشان كده بنقوله. النيوترينت اللي هي ليه النيوترينت اللي هم الكربوهايدريتس الفاتس ام بروتينز. بنبدأ نشوف التقسيمة بتاعت النيوترينت. تقسيمة النيوترينت بتتقسم لماكرو نيوترينز and مايكرو نيوترينز. يعني في حاجات كبيرة ماكرو وفي حاجات صغيرة مايكرو. الماكرو نيوترينت اللي هي الانرجي نيوترينز. الانرجي ليد نيوترينز هم دول بنسميهم الماكرو نيوترينز. اللي هم الجسم بيحتاجهم بكميات كبيرة. ماشي ومحتاجهم عشان طب هما للمايكرو. المايكرو هم عبارة عن سمول اماونتس. اللي انا جسمي بيحتاجهم بسمول اماونت. زي الفيتامينز. زي المينرالز. دولا انا بحتاجهم كميات قليلة. بس برضو ستيل جسمي محتاجهم. فبنسميهم مايكرو نيوترينز. طب هلهم ما بيطلعوا انرجي? لا. المايكرو نيوترينز ما بيطلعوش انرجي. ما بيطلعوش كالوريز. يعني الفيتامينز مخياش كالوريز. المينرالز مخياش كالوريز. في تأسيمة تانية. ليه? ما بين الارجانيك والانورجانيك نيوترينز. يعني ايه كلمة الارجانيك? الارجانيك اللي هي فيها اي حاجة فيها اي حاجة فيها بتاعت الكاربون هتبقى اسمها اورجانيك. ودي بتشمل الكاربايدريتز والليبتز والبروتينز والفيتامينز. دول كلهم اورجانيك. اما المين الانورجانيك? المينرالز. حاجات اللي هي المينرالز. ديت كلها ايه? اين اورجانيك. النيوترينز دي بقى شغلتها في جسمي. عندي اكتر من حاجة. اول حاجة. لا دي استنشال تصصين لايف. ان انا اعيش. انا باكل. هعيش. ماشي? طب انا هعيش. يبقى انا محتاج ان انا اعمل الفانكشن بتاعة جسمي. يعني محتاج ان انا يبقى انتي بلس. محتاج ان انا اقدر اخد نفسي. محتاج ان انا اه اعدر ان انا الدم بتاعي يجري في جسمي وكده. كل ده محتاج عشان. يبقى انا محتاجه عشان سستين لايف. محتاجه عشان او ايه كمان? محتاج انا عايز طاقة عشان اقدر اتحرك بيها. محتاج كمان ايه? محتاج عشان اعمل بلدنج للتيشوز. سواء عضلات. محتاج ان انا جسمي يكبر عضم. كل دم محتاج ان انا عشان ابدأ اعمل بلدنج. اخر حاجة انا محتاج ليه? عشان اعمل اللي موجودة في جسمي. هي دي دي اللي هي اللي بتحصل في كل جسم. ما بين هاي هضم ما بين الايد او الحرق بتاع جسمي. كل ده انا محتاج له عشان يبدأ ان هو يشتغل. هل فيه انتر اكشن ما بين اي نيوترينت والتاني داخل جسمي? او. كل نيوترينت ليه فانكشن. وسبسيفيك فانكشن. كل من نيوترينت بيدخل جسمي بيدخل يعمل فانكشن معين. الفانكشن دي ما بينها فانكشن برايمري. اساسية بتاعته هو هو واخد فيها. وما بين فانكشن تانية ممكن تكون ساكندري بيكون بيساعد حاجة تانية انها تشتغل. زي ايه? انا جسمي مسلا محتاج فيتامين سي. طب الفيتامين سي اللي انا هدخله جوه جسمي ده. بيديني نسبة الفيتامين سي اللي محتاجها. طب هل هو بيساعد في حاجة تانية? اه بيساعد في حاجة تانية. الفيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد. فبالتالي دي ساكندري فانكشن منه. طيب يبقى كده معناه ان احنا فهمنا ان كل ليه فانكشن برايمري وليه فانكشن ساكندري او سوبورتينج فانكشن. وكل ما بيعرفش يشتغل لوحده. لازم يتعاون مع بقية عشان يبدأوا يدوني اللي بتحصل في جسمي عشان تبدأ ان اعنا بتعمل لي كل الكلام ده. لازم كل تبدأ انها تشتغل مع بعض لان ما فيش حاج بيشتغل لوحده. ماشي? دي بدأت. العالم كله بدأ ان هو يعمل لي ايه? يعمل لي حاجات الناس محتاجة قد ايه اكل. الكل جسم محتاج قد ايه ان هو ياخد من الفيتامين ايه طب ياخد من فيتامين بي طب ياخد من الحديد. فبدأوا يعملوا ايه? دراسات عشان يطلعوا بتقول الناس بتبقى محتاجة قد ايه? اكل محتاجة قد ايه من الغيزة المعين ده? محتاج قد ايه كربوهيدريس في اليوم محتاج قد ايه بروتين في اليوم محتاج قد ايه فيتامين من الفلاني ومحتاج قد ايه فيتامين من الفلاني. فبدأوا يعملوا اكتر من اي حاجة اكتر من دراسة. اشهر الدراسات دي كانت في في امريكا ودي حيبقى عندنا محاضرات محاضرة كاملة عن الموضوع بتاع عملت حاجة اسمها الديكومنتي 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 ان كل واحد هيرضو. وكان ده عملت نيوترينت نيوترينت انتيك. وبعد كده بدأت تتوحد الدراسات ديت وطلعوا ريفرنس واحد وسموه وده اللي احنا دلوقتي ماشيين عليه. ده احدث حاجة بقى له كم سنة شغال اللي هو الدياتري ريفرونس انتيك. الدياتري ريفرنس انتيك فيه اربع ايتم ايه هما الاربع ايتم اول حاجة استميتد افرج ركويرمنت استميتد افرج يعني بنحدد استميتد يعني احنا قلنا بلكده انها عبارة عن كالكوليشن كلمة استميتد يعني احنا بنحسبها. اللي هو الجسم بيبقى محتاجه. طبعا كل جسم مختلف على التاني فبالتالي بدأوا ان هما يعملوا للموضوع. تاني حاجة المسموح بيه. والادكود انتيك اللي هو ادكود للباضي عشان يبقى فانكشنينك بروبرلي. ماشي. والطلبه الاربع انتيك يعني اقصى حد ممكن الجسم ياخده. تعالوا نشوفوا الديفنيشنز. الاستميتد افرج انتيك. دي الداvreج ديلي نيوترينت انتيك. من كل النيوترينت. دي جداول كبيرة جدا وجداول كتيرة جدا. موجودة عشان تحسب لي كل النيوترينت. ايه هو الابيرج انتيك. عشان اعمل ايه? ميتنج يأعمل بتاعة الانديفيدولد. عادة بناخد افرج افرج هل افرج ايتش. يعني اليتش ده. يكفي كذا. وكمان بيبقى عندي او الجندر بتاع المجموعة يعني انا الستات هتفرق عن الرجال الستات هتفرق عن الرجال الرجال بدأت تبقى واسعة شوية اللي هي ايه يعني بتحتاج كذا طبعا مش كل جسم بيحتاج زي تاني وفي بعض الناس بتبقى محتاجة نيوترينت زيادة مثلا شوية او جسمة بيحرق حاجة معينة او كده فبالتالي بيبقى في حاجة سبيشيال لكن لو احتنا هنتكلم الجنرال ده بيبقى هو من 97 ل98 من الهلسة بيبقى دوت في معين معين اسمه الديفنيشن التالت اللي هو الديكويد انتيك الديكويد انتيك غير الديكويد انتيك بيزد على ابحاث يعني حاجة اكتوال ما هياش كالكيليشنز المرة دي بقى ما بقيتش كالكيليشن ده ريكم مندد بيزد على ابحاث معينة قالت ان الناس دي لما بدأنا بنشتخدم النيوترينت ده بدأ يبقى فيه فده عبارة عن يعني ده عبارة عن ابحاثة عملت وبدأ نحسب على اساسها ايه هو المحتاجين التلربل ابر انتيك ده الهايست اف ديلي نيوترينت انتيك يعني انا ما اقدرش ااخد من الفيتامين ده اكتر من كده يعني ما ممكن يعمل لي ايه يعمل لي تسمم يبقى انا فيه عندي كمان بويزنينج فيه عندي توكسيك ليفل من النيوترينز اللي موجودة عندي يبقى انا عندي دي ايه مش عايز اعمل يبقى انا عندي الهايست افردج ديلي انتيك ده بتاعه طب هل النيوترينت ممكن تعمل ديزيز اه معدل نيوترينت ممكن تعمل ديزيز زي ايه البور نيوترينت ممكن تأثر على الهلز يعني ايه الفلاني مش موجود يعمل لي ديزيز زي ايه مثلا الايرن لو مش موجود يعمل لي ارد فيشنسي انيميا ماشي اللي سكيرفي نقص فيتامين سي ال كمان ممكن تأثر بمعنى ان انا لو مثلا عندي نقص في الكلسام هيعمل لي نقص في الكلسام اللي حيروح للعض مع الوقت ممكن يعمل ديفلوبينج لديزيز بسبب نقص الكالسي زي ايه زي الاستيكروس بعض ديزيز مرتبطة بالاكل الثاني غير زي الكانسر الاكل لو التأكل بطريقة معينة ممكن يعمل لي في الاخر كانسر وده بتبقى على المدى الطويل كمان ممكن تبقى ماشي يعني اللي هي اعلى نسب من اللي بتسبب الموت مين اللي هي الستروك والضيابيتس الستروك يعني الجلطة تاعة المخ والضيابيتس اللي هو مرض البوليس سكري دي مصلي بالنيوترينت وطريقة الاكل بتاعتني باللايف ستايل هو باكتر حاجة اللي هي والاوبيزتي بالأثر واللينكت بتعمل تصليب شرعيين وتأثر على الأواعي الدمون ماشي كده طيب بيبقى فيه بيبقى فيها زي وفي 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 نتكلم عنها في كل محاضرة كل النيوترينت هنقوله هو بيشتغل ازاي وإيه النقص بتاعه ممكن يسبب ايه ولو حد عنده اي سؤال ممكن ان هو يبعده بيشتغل 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 بيشتغل